اشتركوا في القناة وزارة المواصلات والاتصالات وهئة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومركز محمد بن خليفة الخليفة التخصصي للقلب ونقل الدكتور عبد الرحمن عسكر الامين العام المساعد للمجلس لممثلي الوزارات تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ومعالي الشيخ ابراهيم بن سلمان الخليفة الامين العام للمجلس واكد عسكر على اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمعرفة اسباب حالات الوفاء في المماشي العامة انطلاقا من حرس سموه على سلامة وصحة مرتدية المماشي العامة من المواطنين والمقيمين في كافة محافظات المملكة واشار عسكر الى تعاون كافة الجهات المشتركة لدراسة حالات الوفاء واشتراطات السلامة العامة التي تحافظ على سلامة مرتدية المماشي هذا وطلبت اللجنة المعنية بدراسة بعض حالات الوفاء وزارة الصحة بتقديم تقرير عن حالات الوفاء التي تمت واسبابها والتاريخ الصحي لحالة المتوفة في جميع المماشي العامة كما كلفت اللجنة وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتقديم كشف عن مواقع المماشي العامة والبيئة المحيطة بها في مختلف المحافظات بالاضافة الى الخدمات المتوفرة في كل ممشى توجيه سيد سمو الشيخ ناصر بن حامل لتشكيل هذه اللجنة أتى من حرص سموه على أن شجع الناس على ممارسة الرياضة ولا تكون الرياضة هي أسلوب حياة وزرع ثقافة ممارسة الرياضة هناك بعض الحالات وما نقدر نسميه ظاهرة نسميه بعض الحالات التي للأسف أدت إلى الوفاء هذا يتم دراستها حتى نجد الآلية والطريقة التي تم توعية ممارسين الرياضة من المواطنين والمقيمين حتى بذل الله تعالى تعمل إن شاء الله الفائدة طبعاً الاجتماع الأول للجنة بعد ما تم تشكيلها نشكر الجهات التي شاركت معنا في الاجتماع ذات الأختصاص اليوم تم وضع خطة عمل اللجنة سيتم بإذن الله تعالى التعاون مع الجهات الرسمية في دراسة الحالات حالات الوفاء التي تمت ترجمة نانسي قنقر